موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه لازلنا في هذه الأجزاء القصيرة المتعلقة بالأسوة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وجزء من كبير من هذه الأحداث التي أذكرها وهذه الأوجهة معلوم عند الناس من ناحية التفصيلات لكن نحن نقتطع العبر الكبرى في قضية كيف يوجهنا هذا في الحياة وكيف يخدمنا هذا المعنى وهذا الفهم في الحياة فالرسول عليه الصلاة والسلام وجد نفسه في ظروف مختلفة فقد يجد نفسه في ظرف من الظروف في مواجهة لا يستطيع أن ينتصر فيها فيقول كفوا أيديكم وقد يجد نفسه في وضع مكافئ للخصوم وهم المعتدين ويستطيع أن يواجههم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وقد يجد نفسه في ظرف آخر والحاجة ماسة أن يعقد صلحا مع خصومه وقد يكون هذا الصلح ليس كله بنودا في صالح الرسول عليه الصلاة والسلام بل قد يكون في ظاهره مهينا لكنه يخدم الغرض الذي من أجله قامت الدعوة وهو الانتصار وتحقيق الفوز في هذا الصراع الدامي الذي كان يدور في الجزيرة العربية هكذا وجدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية معاهدا وجدناه في صلح الحديبية معاهدا مستمعا للخصوم وهم يطرحون وجهة نظرهم ومقدرا للموقف والظرف التاريخي ومقدرا للبعد الزماني ومقدرا لقوته وقوة الخصوم ومقدرا للمكاسب والخسائر التي سيحققها ويعلم أنه لا يتوجد معاهدة ينال فيها طرف كل شيء ولا ينال فيها الطرف الآخر شيئا ويعرف أن هذه المساومة قد تكون ظالمة لكن الظروف لا تمكن الإنسان من الحصول على صفقة أفضل فالرسول صلى الله عليه وسلم يقدم لنا نموذجا للمفاوض الذي يعرف زمانه ويعرف مصالحه ويعرف قوة خصمه ويعرف نقاط ضعفه ويعرف قوته ويعرف نقاط ضعفه ومن هذا يجد سبيل لعقد المعاهدات والمصالحات التي ليس فقط تخدمه آنياً إنما تخدمه استراتيجياً وتحقق له الأهداف والغايات التي يسعى لها فبعد عشر سنوات من هذه المعاهدة كان الرسول صلى الله عليه وسلم في موقف استطاع به أن يقوم باسترداد العاصمة الدينية مكة من أيدي المشركين وأن يبدأ عصراً جديداً في الجزيرة العربية وفي قلبه مكة المسلمة المؤمنة هذه القضية لم تكن لتكون لولا صلح الحديبية ولولا مهارة الرسول صلى الله عليه وسلم والقدوة التي يقدمه لنا في عقد الصلح وفي عقد راية الحرب في كل الأحوال سنجد الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ويذكر الله كثيراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته